وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر للبينا للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجمين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرأوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ إلى لدو عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين إثنين إنما هو إله واحد فإيايا يرهبون وله ما في السماوات والأرض وله دين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربيهم يشركون ونفق الأرض منكم لكي مجردنا على المساضة فإذا سألت الناس لأنك إذا لم نحصلوا مجردوا إذا لم نحصلوا لهم إذا لم نحصلوا لهم فإذا لم نحصلوا لهم الناس ومركوا الناسه نحصلوا لكم لتخذوا لهم لذلك يمع الجنة يعطي إلى إسلامهم ويجب أن يمكنهم إسلامهم وإنه أن نرى أصابهم فيما لوجودهم لإنهاء فيما يمكنهم في الناس لإنهاء في منطقة مردهم But indeed your Lord is kind and merciful. Have they not considered what things Allah has created, their shadows inclined to the right and to the left, prostrating to Allah while they are humble? And to Allah prostrates whatever is in the heavens and whatever is on the earth of creatures and the angels as well, and they are not arrogant. They fear their Lord above them, and they know what they are commanding. And Allah has said, Do not take for yourselves two days. He is but one God, so fear only. And to him belongs whatever is in the heavens and the earth, and to him is due worship constantly. Then is it other than Allah that you fear? And whatever you have of favor, it is from Allah. Then when adversity touches you, to him you cry for help. Then when he removes the adversity from you, at once a party of you associates others with them.